ساعات قليلة ويهل عيد الأطحى إلا أن تحضيرات العيد وأجواءه في غزة هذا العام اختلفت اختلافا كبيرا عن كل عام العيد هذا العام يأتي وسط أجواء خانقة في خيام النازحين أو بين أروقة المستشفيات التي تبقت بحثا عن قريب أو صديق ما بين جريح وشهيد العيد لن يمر من هنا أو يطيب له مقام فهنا يسكن العويل واليتم والدمار وهذا كل ما يعرفه الفلسطينيون من حروف العيد العيد اللي كان قبل يجي سبعة قبل سبعة أكتوبر في السنوات الماضية كان يجي عشاب عيد صحيح عيد الناس تفرح الأطفال كله كله يفرح الأضاحة مواسم عيد كانت باهجة وسرور للناس بس يوم فيش وين؟ وين عيد اليوم؟ كله حزن، كله مآسة، كله استشهاد، كله موت، كله فقدان، أحباب هنا عندما تنطر السماء فهي تنطر وابلا من نيران المحتل وشضايا وعندما ترب الأرض تهتز من صدى القنابل والقذائف فتنبت شهداء منهم من لم يخبر من الحياة إلا سنين جدباء أو حتى أياما ضنت بالأمن والغذاء واكتست بمجهول مخيف أنا نفسي يكون معي فلوس وروح أشتري لأولادي كل شيء يتمنوا بالخصوص خاصة عشان العيد لأن الأطفال إذا ما فرحوش في العيد وقتش بدون مفرحها إيش ذنبهم هذول؟ إيش ذنبهم؟ إيش ذنبهم؟ من مدارس أنحرموها؟ أول شغل أنحرموا التعليم أنحرموا الحياة الحلوة فبعد أكثر من 250 يوما عجافا ثقالا لا تزال تنحصر يوميات من سكن القطاع أو ما زالوا في دوامة النزوح بين ترهيب وقتل وتجويع الاحتلال الوحشي إنجاز التعبير لأنه نجح بامتياز في إفراغ كل مصطلح يمت للبربرية بصلة من معنى بات ولا يزال آلة قتل عمياء سادرة في غيها لا تعي سببا لما ترتكب فواهمونهم إن اعتقدوا أن جرائمهم ستحقق لهم ما يرونه أمنا أو استقرارا وقد نرى هذا الطفل إن لم ينضم إلى قوافل الشهداء قد نراه العام القادم وهو لا يزال يحتفظ بابتسامته معلنا انتصار الحياة في العيد القادم